معركة احد كانت خطيرة من اخطر المعارك على النبي عليه الصلاة والسلام خرج الكفار كم عددهم ثلاثة الاف الرسول حط على الميمنة وعلى الميسرة وجهزها شوفوا طبعا اللي يعرف احد بينه وبين جبل الرمات تقريبا ستمية وخمسين متر زاوية جبل احد نهايته مع بداية جبل الرمات تعتبر هذه ميمنة وهذه ميسرة يعني دعونا نقول بها الطريقة اي نعم الشق احسنت الشق هذا اللي دخل النبي في اخر المعركة الميمنة هذه قال للرسول اول جندي يحط يده بمعنى يلصق جسده بالجبل سكروا للميمنة اضبطها والميسرة من الطرف الثاني وجاب خمسين رجال من الصحابة رضي الله عنهم واوقفهم النبي بقيادة عبدالله بن جبير على الجبل قال انتم خلوكم هنا فوق جبل الرمات شوفوا انتصرنا لا تنزلون هزمنا لا تنزلون لو رأيتمونا نقطع واشلاؤنا في الارض وبدأت الطيور تأكل من اجسادنا لا تنزلون الرسول يقول انتبهوا حنا عارفين الوضع والرسول على تدارس المنطقة ويعرف الوضع ابو سفيان معه ثلاث تلاف الميمنة حط عليها خالد بن الوليد قبل يسلم خالد يقول ما ما ابكاني شيء مثل يوم احد اذا تذكرته بكيت وخلى معه ثلاثمائة شخص وعكرمه في الميسرة ومعه سبعمائة وبقية الجيش الالفين في قلب المعركة بقيادة ابو سفيان ومصعب بن عمير هو حامل الراية مع المسلمين وقبيلة بني عبد الدار مع الكفار هم يحملون اللواء كل القبيلة تحمل اللواء اذا مات واحد يشيلها الثاني مات الثاني يشيلها الثالث من قوتهم حمزة كان قائد العمليات والرسول قائد المعركة وعلي بن ابي طالب والزبير معه الرسول وضع خطته ما يقدرون يلفون ما لهم الا حل واحد يلفون على جبل احوت مناك ويدخلون من فوق هذا مستحيل ولو راحوا انتهت المعركة وثلاث وعشرين كيلو جبل احط طوله والنبي صلى الله عليه وسلم نعم عرض الجبل عرض كم الطول ثلاث وعشرين كيلو والعرض ثلاثة كيلو فهذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اوقفهم وجاء ابو دجانة طبعا هنا ابو دجانة رفع النبي سيفة قال من يأخذ هذا السيف بحقه صحابة يعرفون ان السيف الرسول مبلع بحق حقه فقام ابو دجانة قال انا يا رسول الله قال اتعرف حقه قال اعرف حقه يقول ابو دجانة لبس عصابة حمراء يقول ما يلبسها ابو دجانة الا في الحالات الطارئة ومعناتها ما في الا الموت يا الموت يا القتاب الانتصار فوضعها رضي الله عنه وارضاه على رأسه ودخل في المعركة يقول والله يقول بعض الصحابة كنت الحق به فرأيته يقاتل ويقتل من المشركين بالعدد الكبير حتى رأى فارسا ملثما فلما اراد ان يقتله فك اللذان فاذا بها حرمة امرأة مع الكفار شافت بيقتلها قالت قال اليك عني ان سيف محمد لا يمس امرأة فان يده لم تمس امرأة ولا رفعت يده ولا عصاه على امرأة قطل روحي روح انت حرمة انا ما اقتلك ويعرف حقه يقول فكان يقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم توسط المعرة كلام وبدأ النبي وسلم يحرك الصحابة رضي الله عنهم وبدأ الناس المسلمون ينتصرون سار في انتصار واضح وقريش خلاص الرسول كان يريد في النهاية يلجمهم في مواجهته عشان ما يحاصرونه وحصل الرسول ما عنده ردود افعال عنده فعل لا ردت الفعل تعكس عليك الخطة الرسول مبادر صلى الله عليه وآله وسلم هنا يوم بدأوا يضربونهم بدأ بعض الكفار يهربون لان طاح منهم ناس الرمات فوق يناظرون وعبدالله بن جبير قالوا لهم عددهم خمسين قالوا خلاص الرسول انتصر ننزل قال لا لقد امرنا رسول الله لا نتحرك انتصر او لم ينتصر قالوا المسلم انتصروا لازم ننزل ما عنده فائدة من جلوس الان ابو سفيان هرب والصحابة فوق نزل اربعين منهم قال عبدالله بن جبير والله لا لا اتجاوز هذا المكان حتى اذن الله لي ورسوله مرة حنزل ولم يبق الا الا عشرة لما نزلوا شوفوا ترى قضية ضاعة الرسول جاءت في القرآن ثلاثين مرة يالذين امنوا اطيعوا الله ورسوله جاءت ثلاثين مرة وحذر الله من مخالفة امره فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم والصحابة اجتهدوا لكن خالد خلاص بدأ يمشي خالده راجع التفت كده على جبل الرمات خلاص هو رايح منهزمين يقول فلما التفت لقيت الناس ينزلون فقال خالد اعلوا هبل اعلوا هبل عشان يسمع ابو سفيان ابو سفيان سمع الصوت قال هذا صوته خالد اكيد انهم انتصروا والتفت ابو سفيان ورجع بجيشه وهذول اربعين نازلين ولم يبقى الا عشرة جاء خالد من ولا الجبل الرمات ورقاء يقول قتلت العشرة بسهم واحد وقيل برمح رماه عليهم فقتلوا فيه وقيل قتل منهم مجموعة ثم اخذ فرمى حتى قتلهم كلهم خالد بن الوليد سيطر على جبل الرمات وابو سفيان رجع مع بقية الجيش لما رجعوا الناس وقف ابن قمئة امام مصعب ابن عمير معها الراية طبعا الصحابة كانوا يقتلون حمزة ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وعلي ابن ابي طالب رضا عنهم كانوا كلهم يقاتلون الكفار قتلوا الذي يحمل الراية رايتهم ثم سقطت ثم حملها الثاني تسعة اشخاص حتى قالوا كان كنا نرى علي وحمزة والزبير يذهبون ويأتون في الصفوف كأنهم يملكونها من شجاعتهم حمزة ابن ابي طالب قبل تبدأ المعركة كان حاط ريشة على صدره يقول انا حمزة ومن كان يريد قتلي فليتقدم فانا من فرسانها يعني من اهل الحرب الرسول ما يحبها المشي هذه فيها بخترة قال النبي انها مشية يكرهها الله ورسوله لكنها في هذا الموطن يحبها الله ورسوله هنا محبوبها المشياء ما عندنا فيها مشكلة هون ارجعوا لما جاء ابن قمئة توجه الى مصعب يبغي طيح الراية مصعب ماسك الراية بيمينه فضربه ابن قمئة على كتفه فسقطت الراية انقطعت يده فحملها باليد الاسراء ما يبغاها تطيح ثم ضرب في الاسار فسقطت فحاول ان يضمها ثم طعنه فمات ابن قمئة كان يحسب هذا هو الرسول ما يعرف شكله ظن ان هذا هو الرسول فصاح في الناس قتلت محمد قتلت محمد صحابة سمعوا ان محمد مات ففروا ارجعوا يقول خلاص نحافظ المدينة نحافظ على المدينة فلم يبقى احد تخيلوا الا عشرين مع الرسول بس وامرأة ام عمارة نسيبة بنته كعب الموقف خطير والناس راحت والرسول يناظر معه فيه الا عشرين شخص وهو يقول الي عباد الله الي عباد الله وبدأ بعض الصحابة يسمعون ان صوت الرسول موجود فرجع عدد من الصحابة واحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسعد ده بوقاص واقف يقول لها النبي سلم ارمي فداك ابي وامي اول مرة يقولها الرسول لاحد ارمي فداك ابي وامي وطلح يقول يا رسول الله اخفض اخفض رأسك اخفض رأسك والله ان نحري دون نحري كفداء وجاء رمح كان بيت في الرسول فاذا بالنبي ينزل راسه ويرفع رضي الله عنه وارضاه طلح يده فيدخل الرمح هنا في يده فتشل يده اليمنى نقدر نضحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما ضحى هؤلاء تقول ام عمارة فشفت عبدالله ابن قمئة جاي معه سيف عبدالله قمئة شجاع بالنسبة للكفار والرسول يبارز له رجال وجاء الثاني يبارز النبي الرسول يحارب اثنين الان وتقول ام عمارة الرسول وراي ظهره الى ظهري يعني ما يشوفني وابن قمئة جاي بغيقت للرسول تقول فمسكت سيفي ووضعت لثام على رجال تقول فبدأت اقاتله بالسيف تقول فسقط لثامي فرأى امرأة فتركني قال اليك عني احنا ما نقاتل النساء ايضا عندهم حمية وياليتها الكلام يسمع من يدعي اليوم انه يريد نصرة او حقا ورأى المرأة تقول فرأيته فدفعته تقول فضربني على يدي فطار السيف صقع السيف وطار تقول فلتفت فاذا بالرسول ما بيشوف يا رسول الله تقول ما يسمعني المسافة جوي بعيدة ومع ضرب السيف ما يسمعني وانا خشيت ان يتقدم فيقتل النبي تقول فوقفت في وجه ادفعه بنفسي تقول فضربني بسيفة هنا على كتفي وغار عظمها تقول ثم ضربني الثانية ثم ضربها الثالثة وهو يضربها سقطت وشافه ولدها فجاء يركض فدفع عبدالله بن قمئة ففر فقالت له امه قال يا امه قومي قالت دعني اذهب الى رسول الله شوف اشتر فيه اذا سلم رسول الله سلمنا اذا سلم رسول الله سلمنا ويطايحة في الارض فتقوم رضي الله عنه فيقوم يقال انها عاشت بعد الرسول عشرين سنة وذهب النبي بعد ما انتهت المعركة قال الرسول يا ام عمارة من يطيق ما تطيقين قالت والله اطيق والله اطيق والله يطيق ولكني ارجو مرافقتك في الجنة ارجو مرافقتك في الجنة واش قالها الرسول انتي واهل بيتك كلكم ترافقونني في الجنة انتي واهل بيتك كلكم ترافقون محمد ابن عبد الله في جنات رب العالمين انس ابن النظر ما شهد المعركة كان مسافر ما حضر معركة بدر ولا حضر اول احد كان مسافر ودخل الصحابة راجعين ما يدرون ان المعركة ما زالت داخل المدينة جاء انس قال ما بكم يا قوم قال وقتل رسول الله صلى الله وسلم قال مات رسول الله قالوا نعم قال والله لا حياة تطيب لنا بعد موت رسول الله ارجعوا فقاتلوهم والله لا نريد ان نحيا ما دام الرسول قد مات يقول فشجعنا ورجعنا يا مرجع ولا الحرب ما زالت قائمة والرسول يحيط به كفار قريش وفي عشرين من الصحابة يدافعون عنه وجاء عشرة دخلوا يزيد بن السكن ومعه تسعة من الشباب قال يا رسول الله نحن حولك والتف حولهم وقتل الاول شباب اكبرهم عمره ثلاثة وعشرين سنة حتى قتل اخر اخرهم ثم قال النبي من يدفع هؤلاء عني وله الجنة وجاء ابي بن خلف لابس متترس بحديد يقول لهم ما في الا فتحة عيونه قالوا وراك لتابس هذا اللبس قال اني قال لي محمد في مكة يقول جبت فرسي ومريت على محمد عند عند الكعبة قلت لا اقتل انك يا محمد في يوم من الايام تخرج بس من من بني هاشم واعرف كيف اقتلك سمنت فرسي لاجل قتلك قال اقتلك عليه ان شاء الله انا اللي بذبحك عليه ودخل هذا الرجل ما يعرفوا منه المسلمين وكان يقف عند النبي طلحة فسمع صوت الفارس اين محمد الرسول اللي حين بين الصحابة فسمع الصوت الرسول العرفة اي نعم ابي بن خلف يقول اسمه طلحة هذا صحي مسلم قال فنفرنا رسول الله قال دعوني واياه يقول وشال الرسول رمح والله انه رفع رمح فارتفع معه رجال من قوة رسولكم صلى الله عليه وسلم وشال الرمح ورماه فيه يو يضرب هنا في عينه شف الرسول لانه عارف انه لابس حديد يقول فجرح فاخذ ركض قتلني قتلني وقد قالها لي قتلني يقول فذهب فر فوجدوه ميتا في مكانه وقتله محمد صلى الله عليه وسلم استشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم حمزة سيد الشهداء واسد الاسلام هو جاء من وراء جبل الرمات يوم شاف الصحابة انزلوا يبقون الان يعيدون المعركة يعيدون الكفة شوي فجاء من خلف ومعه ثلاثة فجعلهم يصعدون اثنين او الثلاثة اللي معه وهو جالس يبقى يرقى فوق لان خالد فوق ومعه مجموعة ثلاثمائة رجل ممشويين اذا قتل خالد في ظنه سيستطيع ان يسيطر على جبل الرمات ويمشي وخطته كانت ناشية فجأة من زاوية لم ينتبه لها حمزة كان فيه رجل يتربص به وحشي ارسلت هند بنت عتبها قتل النبي ابوها وزوجها حمزة قتلهم في معركة بدر قالت من يأتيني يقتل لي حمزة واعتقك هو عبد كان يقول فذهبت تحرى بس ابغى العتق يقول فرأيته وحمزة الان سيصعد على الجبل يقول فاخدت رمحا ورميت رمحا بكل ما ارمي بقوة فعلمت انه صائبة يقول فدخل الرمح في ظهره وخرج مع احشاءه يقول له ما شافني تخيل واحد زيالان انا جالس معكم بكل امان ما عندي احساس في احد وراي نفس الوضع يقول فالتفت علي حمزة شوفوا شوفوا الحديث الصحيح وشي يقول يقول من هو الصحابي وحشي طبعا اسلم بعدين وحشي يقول فلما التفت والله اني رأيت عينيه من حدة نظره ليه خوفني يقول ما تقدرت حتى محاش يقول وكان يمشي يتقدم يقول فاقترب مني وانا واقف يقول يقول كأني شللت ما تحركت من الخوف وهو مطعون يقول فلما اقترب عندي سقط رضي الله عنه وارضاه ومات في ذلك المعركة حتى جاء النبي فرآه فانتحب بك الرسول بنحيب ودع الله سبحانه وتعالى لان النبي تأثر بموته وقبل ان يأتي الرسول تقدم واحد من الكفار وادخل رمحا في فمه حتى قطع فمه وكسر اسنانه فجاء النبي ورآه بهذه الحالة وتأثر صلى الله عليه وآله وسلم الرسول الان بدأ يناجي الصحابة وطلع ارجعوا مجموعة من الناس فخرج النبي سلم على عدد تقديمة خمسمائة عند المكان يقولها الان الشيخ ابو امين في المكان المفتوح في جبل احد وهو مرتفع ويستطيع النبي سلم زي الحضن وهذا الحضن الثالث في الجبال زي الغرفة وهذا الحضن الثالث انا عدت على هذا المكان ورأيته فصعد النبي مع مجموعة من الصحابة عساس يراقب الموضوع وايضا لا يتوقعون في انهزام او انكسار او في بامكان ابو سفيان خلاص الان تيقن انه ما عادي يستطيع يصل لما وصل اليه وقف ابو سفيان الرسول جالس والصحابة ساكتين فقال ابو سفيان كلمته المشهورة وقف فقال اعلو هبل اعلو هبل والصحابة ساكتين والرسول معهم قال الا تردون عليه قال وشو نقول يا رسول انت بيننا قال قولوا الله اعلى واجل قال والله اعلى واجل ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم يقول ابو سفيان والصحابة ساكتين قال ردوا عليه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم ثم قال يوم بيوم بدر يقول ابو سفيان قال يقول له لا سواء قتلكم في النار وقتلانا في الجنة ابو سفيان يمسمع هذا الكلام قال والله ان هذا الكلام لا يقوله الا محمد محمد ما مات هذا محمد وابو بكر وعمر بينهم تعالوا ثم تفرقوا وذهبوا الصحابة ارجعوا مكسورين اقبل موقف هذا ما تحدد من الصحابة فانزل الله عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين والرسول متردد كيف يتعامل معهم قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم لنت ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وايضا شاورهم في الامر المشورة نريدها ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم ايش الشيطان ببعض ما كسبوا بشيء من ذنوبهم الرسول عليه الصلاة والسلام الان مات سبعين والرمات الاربعين ودخل على الناس بدأ الكلام يطلع من المنافقين وبعض اليهود يقول المنافقين لهم الذين قالوا ليخوانهم لو قعدوا لو اطاعونا وقعدوا ليخوانا وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وما ماتوا قل فدروا عن انفسكم الموت واليهود بدأوا يتكلمون وين محمد وين ربما نزل معه ليش جبريل ما جاء جاءهم في بدر ولا جاءهم في احد وبدأوا يثيرون هذه الشبه بدأت القبائل تسقط هذه الهيبة والرسول لا يريد الاسلام تسقط هيبته ولا يهتز مكانة المسلمين بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش الآن تقول نحن انتصرنا ولو تقدمنا شوي يمكن قدرنا ندخل المدينة وبدأوا يتكلمون كلام طويل الصحابة محبطين والنبي الآن جالس يفكر كيف اعيد لهم قوتهم ونفسيتهم شوف الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول طبعا نزلت عليه بعض ايات الى عمران ويحدث هؤلاء الذين انكسرت نفوسهم ليش انهزمنا اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم طيب وان الملائكة منزلت يا رب لا الملائكة نزلناها فقط كما قال الله جل وعلا الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم لكن النصر من عند من ومن نصر الا من عند من عند الله الآن الرسول جلس يفكر انا كأني بالرسول يقول كيف ارجع لان قوة الجماعة الصحابة زعلانين لكن الله يقولهم ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس ثم ايضا ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لانتم تقوان الجنة كل هذا تطمين الرسول الآن جالس يفكر طيب كيف ارجع الهيبة كيف اعيد لهم ثقتهم صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام في خلال 24 ساعة الرسول تعبان 56 سنة يا جماعة صلى الله على محمد السن كبير فصلى جلس في مكان الى اليوم يسمونه المستراح المكان اللي استراح فيه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام والصحابة تعبانين فصلى النبي ورجع لما صلى الفجر وقف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام جلس يفكر طيب لو رجعت قريش قريش تررتاحت بعد ابو جاء ابو سفيان جلس مع قريش في مكان يبعد عن المدينة ثمانية اميال معناته ممكن يرجعون معناته ممكن يحاصلون لا لا بد ان ابادر فوقف الرسول اسمعه وش قال تعبانين ومقتل منهم اعداد قال ايها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليخرجن معي الان لملاقات قريش وش فيها رسول الله سنقاتل قريش اليوم تعبونا الان نحن في معركة وحصل للانكسار وقتل مننا سبعين قامت الناس فخرجت طاعة لله ورسوله حتى الجرحة حملوهم معهم فيها المعركة ومشى النبي واصحابه عليه الصلاة والسلام حتى وصل صلى الله عليه وسلم الرسول ما عندك ما قلت ردد افعال والعرب الان بدأت تسمع مثل هذا الكلام لما وصل النبي موقع او موضع يسمى حمراء الاسد تفاجأت قريش ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خرج قال ابو سفيان اذهب اليهم جهز رجل رح خوفهم خل محمد خوفه عشان يرجع حنا هالكانين وطلع رجل وقابل الرسول قال يا محمد ما الذي جاء بك ان قريش قد لبست جلود النمور ما زالوا قوياء قال الرسول ماذا قلت قال قريش لبست جلود النمور من شدتها قال تقول هذا الكلام عند قومي قال اقوله لهم قال تعي اسمعوا ماذا يقول الرجل قال يا قوم ان ابو سفيان وقريش لبست لباس النمور وجلود النمور فقال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وجلسوا حسبنا الله ونعم الوكيل باصوات عالية فر الرجل وذهب هذا الرجل قال لي ابو سفيان يا ابو سفيان انا اتيت الى قوم معنويات مرتفعة اقوياء ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرسول ما ترك قال اتوني بفلان رجل يسمى معبد ابن ابي معبد هذا من خزاعة اسلم واخفى اسلامه هذا الرجل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شوف رح لابو سفيان وحاول تخوفهم خذلهم قال ابشر وراح لابو سفيان قال ان القوم يحترقون عليكم يعني تراهم شابين وينقابلوكم لقتلوكم اجمع جيشك وارجع فانه احسن لك واحسن لجيشك فقال ابو سفيان تعالي لا طاقت لنا بمحمد واصحابه ثم تركه وراح ورجع النبي الى المدينة احوال مكة احوال مكة كانت مثل هذا واشت وهذا الصحابي الجليل يقول ما خفت على نفسي لكني خشيت على النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم في قبائل بدأت ترسل للرسول الرسول والسلام الحين القبائل اش بدت تقول له ارسلت قبيلة تقول يا رسول الله علمنا القرآن فارسل الرسول لهم ستة من الصحابة شوفوا الان بدت الغدر مرثد ابن ابي المرثد خبيب ابن عدي زيد ابن من او ادثنة او اي هذا اسمه الان نسيت انا وعبدالله بن طارق وعدد او اثنين من الصحابة هؤلاء قال لهم الرسول روحوا الى القبيلة الفلانية فعلموهم الكتاب وعلموهم الاسلام طبعا مرثد هذا قصة له جميلة هو اللي كان ينقل المسلمين اللي اسلموا بعد الرسول في الهجرة يعني ويطلعهم في الليل من مكة ويجيبهم من مدينة يروح اخر اليدخل مكة وياخذ اثنين ثلاثة يطلعهم ويوصلهم هذه كانت وظيفته وتعرفون ما يجي الا في الليل في الليل من يكون سهران غالبا حقين الليالي الحمراء فكانت في حرمة عند المدخل تشوفه زان يا اكرمكم الله وجاء مرة في الليل وشافته فاعجبت به قالت تعنم معي تريده للزناء قال ان الاسلام منعني من ذلك انا مسلم ما اقدر قالت ان لم تفعل بي لا افضحن امرك انا شوفك اليوم رأيه جاي بس انا سكرانة من معك لا افضحن امرك عند القوم راح هذا الرجل خافن تفضحه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله اريد ان اتزوج امرأة وصف لها اياها فقال لا يا مرثد كيف تتزوجها وهي على هذه حالة ان تابت وصدقت فانزل الله والزانية لا ينكيحها الا زان او مشرك وحر مذلك على المؤمنين يقول فامتنعت منها هذا مرثد رضي الله عنه لما راحوا ستة بعلمون قبيلها الاسلام وش اللي حصل غدروا فيهم وربطوهم ليش قال ان قريش تحالفت معنا هذه اثار احد ان قريش تحالفت معنا واننا سنسلمكم لقريش فجلسوا يتدافعون معهم فقتلوا منهم ثلاثة مباشرة بقي منهم ثلاثة الثلاثة هؤلاء قيدوهم عاصم بن ابي ثابت وكذلك خبيب بن عدي وعبد الله هذا الذي نسيتنا الان اسمه الثالث فاجتمعوا هؤلاء الثلاثة او عاصم بن ثابت فكانوا هؤلاء الثلاثة موجودين فقاموا ايضا فربطوهم عاصم بن ثابت هذا كانت في حرمة اسمها سلافة بن تسعد قتل اخوها في احد عاصم وقالت اللي يجيب لي عاصم ويقطع لي رأسه ويفرغ رأسه من اللحم والمخ حتى اضع جمجمته حساء احسو فيه الخمر لا اعطي انه كذا من المال قالوا هذا عاصم فرصة خلن نذبحه ونعطي هذه سلافة وتعطيناها الدراهم فلما ارادوا قتله وقتل بعث الله جل وعلا دبابير ونحل تدوروا حول رأسه كلما ارادوا ان يقطعوا رأسه ما استطاعوا وهذه ايه وما يعلم جنود ربك ان تقتل في سبيل مهم مشكلة لكن تهان لا لا نقبل لك الاهامة قالوا خلوه لان يجي الليل وبتروح من هالدبابير ذي ونجي نقص راسه وناخذه فجاء مطر وسيل فقالوا اتينا في الليل فاذا بالسيل قد جرف جثته ووالله لا تعرف له جثة بعد ذلك ان الله يدافع عن الذين امنوا بقي ابن الدثين هذا قابل صفوان ابن امية صفوان ابن امية ولد من خلط ابن امية او اخوه فقال ان بلال قتل ابي واني لا اقتلنك كما قتلته وضرب بالخنجر فقتله ثم بقي الاخير خبيب ابن عدي وكانوا بالاشهر الحرم قالت قريش ما نقتل احنا في اشهر الحرم عقلوه ربطوه ودخلوه في هذا المكان في البيت وخلوها الامة تحرسه يقال لها ماوية عبده وعندها طفل وجلست تحرسه وارتاحت له تعطيه الطعام كل يوم وتقول اني يعني كل ما جئت اعطيه الطعام رفض ما يأكل ليش قال انما يطعمني ربي ويسقيني تقول فجلست وراقبه يوم فنظرت يأتيه عنب ما دني من اجيبه له يأتيه عنب من ربه تقول وكانت مكة ليس فيها عنب وانا ما عطيتها الا الطعام لنعطيه فكان يأكل امامي عنبا ويشبع منه تقول فجلس ينتظ تنتي الاشهر الحرم عشان يقتلونه فلما جاء ليلة نهاية الاشهر الحرم قال لها اعطيني موس قالت لها ليش قال اريد ان احلق رأسي وان اقلم اظافري واحلق عانتي وابطي حتى اتجهز لقاء ربي تقول فاعطيتها الموس تقول والدي كان صغير فخرجت فلما رجعت والدي حبه فجيت لقيتها قاعد في حضن ومعه الموس واش جاب بالها انه بيذبحه تقول قلت لا قال لا لا تخافي فاني من اصحاب محمد وان اصحاب محمد لا يفعلون هذا هذا بريء ويا ليلة يسمع من يدعي اليوم انه يريد ايضا نصلة للحق والاسلام الابرياء ما لهم دم التقتيل والتفجير والقتل العشوائي هذا ليس من الدين النساء والاطفال هذا ليس من الاسلام نعم قتلنا خالد الهدلي لانه ارخان ويرد قتلنا اما اطفال وابرياء لا ديننا ارقى واعلى من ذلك لا نقتله فقالت ماوية فاخدت ولدي فاخذوه الى التنعيم ميقات اهل مكة اي نعم عند مستد عائشة تقول فعلقوه في نخله وصلبوه وقال ابو سفيان لا تقتلوه مباشرة اضربوه بالاسهم في ايديه وفي رجليه حتى نعذبه كما عذبون في احده في بدر عطوه يقول فجأتيه الاسهم هو صابر رضي الله عنه وارضاه يقول قال ابو سوقف وقفه وقف عند ابو سفيان قال ابو سفيان اسألك سؤالا تجيبني فيه بصدق قال انا صادق في كل احوال يشتبي قال لو انك خيرت الان ان ننفكك ونعذب محمد مكانك توافق قال والله لو كنت في بيتي والرسول تصيبه شوكة ما كان يهنأ لي بال وهي شوكة ما ابعد في هالمكان يقول ابو سفيان فضرب رأسه قال يا قوم ما رأيت قوما يحبون صاحبهم كهؤلاء في حبهم لمحمد هذولي ناس ممصاحين مطانيخ حبهم لرسولهم شي عجيب ايضا مطانيخ ذي مني تحتاج الى تفسير بعدين هؤلاء ويخبرهم وابو سفيان ينظر ثم قال له ابو سفيان تمنى يعني وش تتمنى وش تبغى اطلب قال اتمنى عليك امرا واحدا بس قالوا شو قال انت فك رباطي الدم يصب في رجوله يدينا اريد اتوضى واصلي ركعتين فقط قال قال اطلقوه يقولوا فكوه فجلس يتوضى رضي الله عنه وارضاه ثم كبر وصلى وصلى صلاة خفيفة قرأ فيها قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون لما قرأها وسلم وش قال لهم قال والله اني وجدت لذة في صلاتي وكنت اريد ان اطيلها ولولا اني خشيت ان تقولوني اخاف من الموت لما سلمت من الصلاة اخاف اطولت يقولون خواف ما يبغى الموت لكني اختصرتها والان يلا اقتلوني واني القى الله جل وعلا لما ربطوه بيقتلونه قال اللهم اسمعوا احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يقول ابو سفيان يقول الصحابة فنزل ابو سبيان اسلام بعدين هو الذي يربي الحديث يقول فنزل كل قريش في الارض عندهم اعتقادين اول شيء يؤمنون بان دعاء اصحاب محمد مستجاب خايفين اثنين يقول لو نزلنا يروح الدعاء من فوقنا ما يصيبنا يعني يمشي من فوق الكلام بزران فنزلوا في الارض ثم قال اللهم اني اشهدك شوفوا الصحابي خبيب اللهم اني اشهدك اني بلغت رسالة رسولك اللهم يا الله اني احب ان يبلغه مني السلام قبل ان اموت في هاللحظة هذه نزل الجبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ان خبيب ابن عدي يبلغك السلام وانه سيقتر الان طيب ليش يا جبريل ما انقذته نزل حتى يخبره وغضب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدرون فيهم ارسلنهم يعلمونهم القرآن ويعلمونهم السلام فيقدر فيهم وقتلوه رضي الله عنه وارضاه فالسنة الرابعة السنة الرابعة في قبيلة من القبائل ايضا احد الصحابة بالمناسبة لما اسلم اظن السعيد وولاه عمر بن الخطاب على الكوفة العراق يقول ان كان يغشى عليه يطيح جه الارتعاج ثم يطيح قالوا ما بك قال والله اني كنت في ذلك الموطن الذي قتل فيه خبيب بن عدي وان الله استجاب دعوتة فينا هذه الرعشة اللي تجيني منه من دعوتة رضي الله عنه وارضاه السنة الرابعة ايضا في قبيلة من نجد طالبت من الرسول يرسل لها ايضا وفدي علمهم الاسلام وارسل القراء السبعين هذول اللي قلت لكم الانصار قال يذهبوا يليهم فاعلموهم المنذر ابن عمر هو رئيسهم وارسل النبي معهم حرام بن ملحان وجلس حرام بن ملحان يتكلم يقول له المنذر هذا اخبرنا عن ديني نبيك فقال ان الرسول يأمرنا بالتوحيد يأمرنا بصدة الارحام وبالاخلاق يقول فغمز بعينه وكان وراه رجل يقطع الروس اسمه جبار يقول فغمز يقول فاخذ جبار الرمح الكبير وهو واقف يقول فرماه فدخل من ظهري وخرج مع بطنه المفروضش يقول وقتها اه ولا يصرح ولا لا قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة وطاح فاز بايش فاز بالجنة وفاز بالشهادة وفاز بالبشارة يقول هذا جبار فاثر فيني كلامه اللي ذبح هذا فسكت عسى ما يقتلوني ثم هربت وفررت حتى وصلت الى محمد قلت ان اصحابك قتلوا قتل سبعين شخص قال رحوا اقتلوهم لم يبق منهم الا رجلا واحدا فقط كان رايح يقضي حاجته وقال لهم ذبحتوه رحوا ذبوه ربعا بسرعة فقتلوهم يقول صاحبهم هذا فلما رجعت رأيت الطيور والغربان تحوم فعلمت ان قومي قد قتلوا هذا جبار راح للنبي صلى الله عليه وسلم عرضها السماوات والارض كان وما جنة يقول فجلس الرسول يشرح للجنة فقلت والله ان رجالا يؤمنون بهذا وانك لانت وهم صادقون اشهد ان لا اله لله انك رسول الله فغضب النبي جلس يدعو عليهم يقنت شهر كامل اللهم عليك بهم اللهم اهلكهم اللهم شهر كاملا حتى انزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم الوضع في المدينة الان يهود بني النظير الان هم يريدون يغيرون الموضوع وبيتوا الخيانة وراح النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النظير شوفوا ركزوا معي وقال لهم عندهم قتل فيه رجالين اذبحوا واحد ويبغى الرسول يدفع ديها وراح لليهود يقول عطونا فديتكم ساعدونا يعني حتى نطلقها او لا يوم دخل النبي عند بني النظير شوفوا خانوا العهد مع ان الرسول كتب بينه وبينهم ميثاق ودخلوا على دخل النبي عند باب وقف قالوا خلاص ابشر انتظرنا ونعطيك من المال دخلوا وقالوا فرصة محمد عند الباب يطلع واحد فوق السور ويرميه بحجارة حتى يموت محمد ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال انطلق فانهم يردون قتلك ورجع الرسول لعلم الصحابة ليش يا رسول الله قال انهم ارادوا قتلي هنا الرسول ماذا فعل لهم ذهب اليهم وقال تعالوا انكم خنتم العهد واني اعطيكم شهرا واحدا لا تساكنونني في بلدي ولا في مدينتي يا تطلعون او تقتلون فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا قال تخرجون بكل اموالكم ما نبغى منكم شيء لكم شهرا واحدا فقط تطلعوا من هذه الارض جاهم منافق اسمه عبدالله بن سلام قال شوفوا انا انصحكم ما تطلعون وانا بحميكم عندي سبعمية رجال بيوقفون معكم وتحصل خمسة عشر يوم ولم يفك الحصار قال تطلعون بالمال من غير السلاح هونا ما في سلاح وجلسوا فانزر الله تحريم الخمر ولان الله استجاب الصحابة واسكبوا الخمر الذي كان يشربه بعضهم الا ان النبي عليه الصلاة والسلام استسلموا هؤلاء وقذف الله في قلوبهم الرعب ومن اراد الاستزادة فليقرأ سورة الحشر ثم خرج النبي لذات الرقاع وذات الرقاع هي ثلاثمائة كيلو الرسول ما يبغى يفتح جبهة ثانية لكنه يبغى يرد اعتبار المسلمين بعد احد وهذه القبيلة ضعيفة ما يبقوية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع السبعمائة رجل يمشون ثلاثمائة كيلو يتعاقبون من شدة المشي وطول المسافة تقطعت اكرمكم الله نعالهم حتى بدأوا يقطعون ثيابهم يربطون على رجولهم وسميت المعركة بذات الرقاع فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا هناك ثم تفرقت القبائل وخافوا والرسول في الطريق نزلت عليه صلاة الخوف والصلاة يصلون بطريقة الامام تجاه القبلة والثانين عكس القبلة يراقبون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى ركعتين يسلمون اللي وراه ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فيصلوا معه والجمع يأخذون اسلحتهم ويأخذون كذلك حذرهم وجاءت الآيات مبصلة كذلك في القرآن الكريم في سنة خمسة أدركت الآن قريش وهذا آخر محور أوقف معه أدركت قريش واليهود والعرب أن الرسول ما ينفع أنه يقاتل الحالة يعني ما ينفع توقف اليهود الحالة ولا قريش الحالة يجب أن نتحذب وأن نتكاتف وأن نجتمع حتى نقت المحمد طيب اجتمعوا الأحزاب اللي جمعهم رجل اسم حيي بن أخطب يهودي من بني النظير لما أجلو هذا يكره النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل الرسول المدينة راح هو أخوه قال تعال يا محمد اخلع ردائك ليش قال أبغل أشوف علامة النبوة مثل الزيتونة مثل الوحمة وراء فيها ثلاث شعرات فرآها قال من أبوك قال عبد الله قال مات وأنت يتيم قال نعم من رباك جدي من عمي فعلم أنه ولما رجعه أخوه قال أهو هو قال نعم هو هو هذا الذي ذكر في التوراة قال على ماذا تنوي قال أعاديه وأكرهه حتى تنتهي الأرض يعني ما حييت سيكون لي وله القتل والحصار الممج تحزبت القريش مع هؤلاء اليهود وأصبحت هناك حزاب واجتمعوا مع غطفان ومع غيرهم عشرة آلاف مقاتل اجتمعوا توجهوا للمدينة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال للصحابة نخرج ثلاثة آلاف من الصحابة رضي الله عنهم ثم خمسة عشر يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاه استشار الصحابة فأشار سلمان الفارسي يحفر ايش يحفر الخندق اربع ونص كيلو طولا خمسة امتار عمقا ستة اذرع عرضا لهذا لهذا الخندق و الف وخمسمائة مسلحين هنا لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدير وزع الصحابة خمسة وعشرين فرقة كل مجموعة منهم تحفر ستين متر تقريبا ثمانين ذراع ابو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يراقبون حفر الخندق وتقدمت قريش بقيادة ابو سفيان ولما تقدموا اشتفاجأوا خندق العرب ما تعرف الخنادق وحنا ما استعدين احنا جاينا من قاتل ونرجع ما جبنا لا زاد ولا متاع حتى نقعد لنا ايام الحصار تم اربع وعشرين يوم والرسول خاف على صحابتي على النساء والولدان جلسوا اولئك ينتظرون اي مدخل حتى يدخلون على هؤلاء ويقتلونهم في نفس اللحظة قالوا لهم شوفوا حيي بن اخطب قال بقيت قبيلة بني قريضة ندخل اليها ونحاول اننا نتفاوض معها تفاوضوا معهم تفاوض شريع قالوا حنا لا الرسول وفي وانه لم يقتلنا ولم يحاسبنا بما فعلتم انتم فوقفوا وامتنعوا فاغروهم حتى مزقوا ايش مزقوا الصحيفة والاتفاق اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت كان جو لانه شاعر ولا كان يعرف القتال فارسلوا واحد من اليهود قالوا روح ادخل عليهم حرمة من النساء شافته قالت له يا حسان قم فاقتله قال ما اقدر ما لي قوة ان يقتل هذا الرجل فقالت اقتله حتى لا يذهب باخبارنا الى اليهود فيأتونا علينا فقامت فاخرت حديدة فضربته فمات الرجل ثم قالت حسان قم فاقطع رأسه وارمهي عليهم حتى يرون الرأس فيخافون فما قام حسان فقامت هي فقطعت رأسه فرمته عليهم خافوا قالوا هذول عندهم قوة حتى داخل المدينة عند النساء وعند الرجال حنا ما نستطيع لما سمع النبي بخيانة اليهود الذين لم يوجلوا قال لسعد بن معاذ اح تأكد دخل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فتأكدوا فوجدوا ان الخبر حقيقي قال شف اذا كانهم خانون فعلا اذا جيت لا تقول قدام الناس عطني رمز واذا كانهم لم يخونوا قلها بصوت عالي حتى نحفز الناس ويقومون قومة واحدة لما رجاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم عضل وقارة القبائل التي خانت ففهم النبي ذلك الامر فقال الله اكبر يأتي نصر الله المهم اجتمعوا وتحزبوا عليهم وحاولوا قتلهم ثم خرج النبي الكلام طويل وجلس يدعو صلى الله عليه وسلم ويلح على الله بالدعاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام ويدعو ربه هزم الأحزاب وحدك واشتتهم والرسول يدعو هذا الدعاء ثم جاءت ريح عاصفة شديدة البرودة واقتلعت خيامهم وترموا بالأحجار والحصى في ذلك الموقع وذلك المكان حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الجليل حذيف بن اليمان ودخل عليهم فاكتشف أمرهم وأصبحوا في تلك اللحظات منهارين من شدة البرودة والصحابة كذلك انهاروا حتى إذا كما قال سبحانه وتعالى وزاغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وقال الله جل وعلا حتى إرسيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا وهو راجع الصحابة انطلوا السيوف خلاص فجاء جبريل قال يا محمد لقد رميتم سيوفكم ولا تزال الملائكة تحمل سيوفها احنا ما حطينا سيوفنا قال ماذاك قال ارجعوا على القبيلة التي خانتكم فرجعوا اليها وعليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجلاهم فقال لا نقبل بحكمك يا رسول الله انما نقبل بحكم سعد ابن معاذ قال احكم فيهم يا سعد قال يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وتأخذوا اموالهم قال حكمت بامر الله جل في علا ومات سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن